السلام عليكم شرطي يطلق النار على مقدم ومخزنه بمراكش أوقفت عناصر الأمن تابعة لولاية أمن مراكش مفتي الشرطة تورط في إطلاق النار من مسدسه الوظيفي على عون سلطة ورئيس القوات المساعدة بحيث ضحى أبواب مراكش وأوضحت مصادر متطابقة أن الشرطي أطلق رصاصتين من سلاحه الوظيفي على عون سلطة برتبة مقدم وأصابته على مستوى فخضه كما أطلق رصاصتين أصابت رئيس القوات المساعدة ما استدعى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجة الضرورية وجاء إطلاق الشرطي النار عقب ضبطه بارتكاب مخالفة في مجال التعمير تتمثل في شروعه في تحويل جزء من الملك المشترك للعمارة وتحويله إلى مرأب خاص بدراجته بشقته الواقعة بحيث ضحى منطقة عشرين تدخل في إطار تصدي للبناء العشوائي وقد تم نقل عن السلطة ورئيس القوات المساعدة على متن سيارة إسعاف للمستشفى من أجل تلقي العلاج بالموازات مع فتح تحقيق في ظروف ملبسة الواقعة